هو بكل صراحة قيلة بأن هذه المسألة أو هذا القانون قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل تم مصادق عليه وتشريعه بأغلبية الأصوات إذن أغلبية الأصوات تعني تواجد أكبر عدد ممكن لا يعني لا يوجد عدد محدد تم ذكره في وسائل الإعلام ولكن أكبر عدد من نواب تحالف إنقاذ وطن كانوا موجودين وهذه المسألة أيضا يعني وحدت الإطار والتيار في هذا الإطار في إطار تجريم العلاقة مع إسرائيل من حضرتك تذكر بأغلبية الأصوات فهنا تشير بشكل أو بآخر إلى أن هذا النصر يحسب لتحالف إنقاذ الوطن دون الأطراف السياسية الأخرى شوف أخوي العزيز أخ علي يعني العراق ما اكتملت مشاكل حتى يلتفت إلى مسألة تجريم التطبيع مع إسرائيل ولكن كانت فرصة كبيرة جدا وحقا انتصار كبير جدا لتحالف إنقاذ وطن في جزئية واحدة فقط فيما يتعلق بمسألة الاتهامات الكيدية التي تتوجه بين الفينة والأخرى إلى الجانب الكردي وخصوصا الحزب الديموقراطي الكردستاني نتذكر في 2017 أحد نواب البرلمان العراقي نواب مجلس النواب العراقي قال أنا ذهبت إلى إسرائيل وطالبتهم بإيقاف دعمهم لما أسماه بالمد الكردي كيف تذهب إلى إسرائيل بالبداية وكيف تجاهر بزيارتك لإسرائيل وكيف تبرر ذهابك إلى إسرائيل بمسألة عدم دعم القضية الكردية وعدم دعم ما سماه المد الكردي إذن الجواب الأشفى الجواب الأحسن لما يتعلق بوجود العلاقة بين الجانب الكردستاني وإسرائيل يتوفر لدى السلك الدبلوماسي الموجود في عدد من العواصم الدول العربية والإسلامية السلك الدبلوماسي الإسرائيلي والسلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المتواجد في تل أبيب هذا هو بيت القصيد أخي علي